السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان رح نتكلم بهذا الفيديو بمواضيع هامة جدا ومنوعة أول أمر رح نتكلم به هو الحالات وثاني أمر هو سيناريو نهاية الإجراءات بألمانيا يعني سيناريو نهاية إجراءات كورونا والأمر قريب جدا جدا الموضوع الثالث شيء فعلته الشركات اللقاح وتم اعتباره بالأمر الجشع والموضوع الرابع خطوة تاريخية هامة تقوم بها ألمانيا الموضوع الخامس ظاهرة خطيرة جدا تحصل ببرلين والموضوع السادس هو أكبر البلاغات أو أكثر الأسباب التي تؤدي إلى بلاغات سحب الأطفال من أهاليهم هذا التقرير الأخير هام جدا جدا لذلك أتمنى أنه تبقون إلى نهاية الفيديو كي تستفادون من هذا المحتوى أصدقائي هناك خبر جميل نلاحظ هذا اليوم للمرة الثانية على التوالي وهو انخفاض إصابات كورونا بالمقارنة مع الإصابات الأسبوعية هذا اليوم تم تسجيل 76 ألف إصابة قبل الأسبوع كانت الإصابات فوق الثمانين وقبلها كانت فوق المائة ألف معدل إصابات المائة ألف نسمة في كل سبعة أيام أيضا ينخفض وهو عند 1459 أما الوفيات في عدد حالات الوفيات يوم أمس التي تم إحصائها هي 42 حالة فقط أصدقائي يوم الأربعاء القادم يعني بعد غدن هو موعد قمة كورونا التي سوف يعقدها المستشار أولاف شولتس الذي هو اليوم بأوكرانيا يوم غدن سوف يذهب إلى موسكو وبعد غدن سوف يعقد قمة كورونا رح يعقدها مع رؤساء الولايات 16 سيقررون بهذه القمة طريقة التعامل مع الوباء بالمرحلة القادمة في هذه الأثناء هناك أصوات يعني يوم بعد يوم تتعالى من أجل المطالبة بإنهاء أشكال الإغلاق بكل أنواعها أو تخفيف كبير بالوضع الوبائي الآن وزير مالية الحكومة الاتحادية كريستيان ليندنا يقول أن الوضع بالمشافئ والعيادات قد تأقلم مع موجة أوميكرون ولا يوجد خطر من زيادة الحمل والعبء بالمشافئ لذلك لم تعد التعديات على حرياتنا بالوقت الحالي مناسبة ومنطقية بأمور التعليم والتجارة والمطاعم والنوادي والرياضة والشركات يقول لنا يجب استبعاد شروط التلقيح وشروط الفحص واستبدالها بكمامات الـ FFP2 فقط يريد وزير المالية أن تلغى كل القيود على الأشخاص خارج الأماكن المغلقة كبداية أولى للخطوات الافتتاحية بطريقة خطوة بخطوة شليسويك هولشتاين شمال ألمانيا رئيس وزراءها يريد رفع كل الإجراءات ويقول أنها غير منطقية الآن هندريك فوست اللي هو رئيس وزراء ولاية شمال الراين أكبر ولاية بألمانيا من حيث السكان كان من أشد المؤيدين للتشدد بالإجراءات الآن يريد رفع الإجراءات هذا كان رأي الساسة ورأي السياسين الكبار المؤثرين أما بالنسبة إلى رأي العلماء وخبراء الكورونة مجلس خبراء كورونة الذي شكلته الحكومة الجديدة في ألمانيا واللي يتكون من مجموعة من أطباء وعلماء فيروسات يقدمون النصح للحكومة بالتعامل مع الوباء يرى أنه من الممكن تخفيف تدابير كورونة بالأسابيع المقبلة في ظل ظروف معينة وقال المجلس أن الإصابات الآن مستقرة ومن المتوقع أن يحدث انخفاض بالفترات القادمة وأن يحصل إنهاء للإجراءات يجب أن يحصل على شكل تدريجي لأن الفتح المباشر أو إنهاء الإغلاق المباشر قد يقودنا إلى حالة من التعقيد ويقولون أنه حتى لو ألغيت الإجراءات يجب الاستمرار بالمطالبة من السكان بالتصرف بحكمة وتعقل ويجب أن لا يلغى شرط الكمامة بأي شكل من الأشكال أصدقائي الموضوع الآخر بخصوص شركات اللقاح وفقا لتقرير صادر من منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان فإنه قد تم إنتاج 10 مليارات جرعة لقاح بعام 2021 وهذا العدد يكفي لتلقيح 40% من سكان الأرض وكان من الممكن تلقيح الكثير من المسنين وأصحاب المشاكل الصحية وإنقاذ حياتهم بدلا من تركهم بالبلدان الفقيرة وبالدول النامية يواجهون الموت بشكل كبير وخطير ببلدان لو يجد بها حتى أسرت عناية مركزة معدل تلقيح الأشخاص بالبلدان الفقيرة هو 4% فقط بينما بالبلدان الغنية غالبية السكان ملقحين الغالبية العظمى وكبار السن محميين بشكل كبير جدا ونتيجة لذلك جرى انتقال شركات الأدوية أو شركات اللقاحات التي ربحت المليارات بعام 2021 ولم ترحم الدول الفقيرة التي تطالبها بنشر براءة الاختراع تقول الدول الفقيرة أعطونا براءة الاختراع جعلونا نصنع اللقاحات بمصانعنا كي يصل اللقاح إلى الجميع تقول العفو الدولية أنه كان من الممكن أن تكون شركات اللقاح أبطال عام 2021 ولكن بدلا من ذلك داروا ظهورهم للفقراء ولدول العالم النامية وقدموا الأرباح على مصالح الناس تم اعتبار مودرنة وفايزا وبايونتيك أنه حققت أرباح ضخمة جدا من الوباء ولكنها تبرعت بفقط 8% من لقاحاتها للدول الفقيرة وهذه لا شيء بينما اعتبرت المنظمة شركة أسترازينيكا وجونسون أن جونسون بأنها أفضل من الشركات الأخريات كونها تبرعت بمقدار نصف لقاحاتها للدول الفقيرة ولكنها أيضا تم اعتبارها جشعة حسب العفو الدولية لأنها رفضت الأفصاح عن براءة الاختراع الخاصة بلقاحاتها أصدقائي الموضوع الآخر قبل زيارة أولاف شولتس إلى أوكرانيا السفير الأوكراني في ألمانيا كرر طلب بلاده من ألمانيا بأن تزودها بأسلحة مضادة للدبابات وهو طلب يعني بتزويد أوكراني بـ 12 ألف صاروخ ألماني لمكافحة الدبابات الروسية لأن الحرب حسب السفير الأوكراني لا مفر منها ويجب على الدول الأصدقاء أن تساعد بعضها سفير أوكرانيا في ألمانيا قال أن ألمانيا سوف تكون الفرصة الأخيرة لمنع الحرب طبعا نعرف أنه المستشار أولاف شولتس سوف يقوم بزيارة إلى أوكرانيا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء سوف يذهب إلى موسكو للقاء فلاديميا بوتين فقد تكون ألمانيا فعلا هي الفرصة الأخيرة لمنع وقوع حرب التي سوف تأكل الأخضر واليابس بأوكرانيا وأوروبا والعالم ألمانيا دورها مهدئ كبير للصراعات وتحاول أن لا تكون جزء من الصراعات والأمر شاهدناه من خلال محاولة أطفاء التوتر وتزويد يعني ورفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة وأعتقد أن هذا الموقف هو عقلاني جدا لأنه مهما كانت الأسلحة التي تريدها أوكرانيا يعني تريد أن يتم تزويدها بها لكن لنكن واقعين مستحيل أن تصمد أمام الاشتياح الروسي وقالها سفير أوكرانيا بألمانيا بكل صراحة عندما يتعلق الأمر بالطائرات والسفن فإن روسيا تتفوق على أوكرانيا وسوف نكون فريسة سهلة للرئيس الروسي فلاديميا بوتين بنفس الوقت تكلمنا بفيديوهات سابقة عن مكالمة هاتفية بين رئيس أمريكا سيد بايدن ورئيس روسيا سيد بوتين ونتيجة الاتصال تم وصفها بأنها سلبية أي لم يتوصلوا لاتفاق البيت الأبيض بعد المكالمة قال أي تصرف روسي معادي لأوكرانيا التي نلتزم بحماية سيادتها ووحدتها سيواجه من أمريكا وحلفائها بحزم وبسرعة كبيرة بالنهاية الآن أنظار العالم هي على المستشار أولاف شولتس الذي قد يكون هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب قبل بدأها أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر وهي ظاهرة خطيرة جدا تحصل ببرلين وهي للأسف حصلت في منطقة برلين ميتة وشارلوتنباك وشبانداو وزيلندورف الشيء الذي حصل يوم الخميس الماضي أو بدأ بالحصول يوم الخميس الماضي قالت الشرطة أنه حوالي 100 سيارة محركها كبير رياضية قام مجهولين بمهاجمة إطارات السيارات وثقبها وجعلها تجلس على الأرض وبعد ثقب إطارات السيارات تم وضع ملسقات على السيارات مكتوب عليها اللعنة على السيارات وملسقات أخرى تتعلق بحماية المناخ وتذكير أصحاب السيارات بأن سياراتهم تدمر البيئة وتصدر انبعاثات حرارية بعض الملسقات كان مكتوب عليها سيحصل تحول بحركة المرور في إشارة إلى أننا عندما نثقب إطارات سياراتكم سوف تركبون مساءل النقل العام الذي يحافظ على البيئة وقالت الشرطة أنه يوم الخميس صباحا تلقينا أكثر من 100 بلاغ من أشخاص كانوا يريدون الذهاب إلى أعمالهم ولكنهم وجدوا إطاراتهم مثقوبة بنفس الوقت حماة البيئة وحماة المناخ أو ما يسمون أنفسهم بأبناء الجيل الجديد أو المجموعة الأخرى التي تسمي نفسها باسم الجبل الأخضر يقومون بشكل مستمر بالجلوس بالشوارع وتشكيل جدران بشرية لإعاقة حركة المرور والترويج لحملتهم التي أسموها أنقذوا الطعام ووفروا الغذاء للتفكير بسياسات الغذاء الخاطئة ومضار السيارات على الاحتباس الحراري وأثناء القطع الأخير للشوارع والخطوط السريعة ببرلين يقال أنه من بين السيارات التي تمت إعاقة مرورها هي سيارات إسعاف وسيارات أخرى تقل نساء حوامل أثناء المخاض اضطروا إلى البقاء لساعات بالشارع بسبب حماة البيئة الذين يعدون الناس بأنهم سوف ينتشرون بالمدن الألبانية كلها هناك شيء يجب الانتباه إليه وهو أنه الفكرة من ثقب الإطارات هي فكرة شريرة للغاية ومجرد طرحها قد تؤدي لانتشارها وقد يقوم بكل بساطة شبان مراهقين أو مشاغبين أو مجانين أو ناس مخمورين بأي مكان بعمل هذا الشيء ليس بالضرورة لحماية البيئة بل لأجل التخريب والعبث والتسلية فقط أصدقاء انتقل للموضوع الأخير أخذ الأطفال من أسرهم هو أكثر أمر يزعد جميع الأهالي كون الفكرة واحدة هي فكرة مزعجة سواء سوء معاملة الطفل أو مجرد إمكانية حصول هذا الأمر خصوصا عند من لا يتقن اللغة بشكل جيد لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل جيد ويتعرض لموقف معقد جدا من المتعارف عليها أنه من أسباب أخذ الأطفال من أسرهم هي سوء المعاملة أو سوء التغذية المتعمد يعني العائلة تنفق على أمور وتحرم الطفل من حقوق الأساسية وهي الخسوة والطعام أو السبب الأكثر شيوع وهو ضرب الأطفال مكتب اليوقد أمت في مدينة نويس بشمال الراين المدينة المجاورة لدوسلدورف نشر تقرير أعتقد يجب على الجميع أخذ فكرة عن هذا التقرير التقرير مفاد أنه بالعام الماضي 2021 كان هناك حوالي 650 بلاغ لليوقد أمت بحالات إساءة للأطفال والرقم 650 هو رقم كبير جدا بالمقارنة مع السنين الماضية فيا ترى لماذا هذا العدد المتزايد من البلاغات بخصوص وضع الأطفال ببيوتهم من هو المبلغ الأكبر في هذا الزمن عن الأطفال ويعني سوء المعاملة سواء كان حقيقي أو افتراضي اللي يتعرض له الأطفال مكتب اليوقد أمت بكرايس نويس اللي يسكم به 450 ألف نسمة يقول أنه حوالي 500 شكوى من ضمن 650 شكوى كانت ليست بالشكوى الخطيرة ولم يرى المكتب أي سبب يدعو للقلق بخصوص الأطفال المبلغ عنهم هذا يعني 150 شكوى فقط من ضمن 650 شكوى تم وصفها بالخطيرة ويقول المكتب أن السبب بزيادات الشكاوي هو كورونا الذي جعل الوضع متوتر بالبيوت والعمارات ورياض الأطفال والمدارس على سبيل المثال أحد أكبر المبلغين هم الجيران الذين قد يضايقهم صوت طفل يبكي عند جيرانهم أو يعني بزمن الكورونا لا يخرج الناس مثل قبل فيقوم التجار يعني بالتبليغ على جيرانه بأنهم يعاملون أطفالهم بسوء ويعني يفعلون كذا وكذا مع الأطفال يعني التجار يتنحس بزمن الكورونا لاحقا بعد البلاغ يأتي اليوقد أمت يقابل العائلة ولا يجد أنه هناك سبب منطقي ويقول يوقد أمت نويس أنه بلاغات برياض الأطفال من قبل المربين أو بلاغات من الأصدقاء أو المعلمين بالمدارس تم وصف أغلب البلاغات بأنها فراط بالحساسية بسبب ضغوط كورونا لذلك أصدقائي أردتكم أن تعلمون كيف تسير الأمور قد يبدأ الأمر ببلاغ من الجيران أو بسبب صراخ أو لعب من الأطفال يعني صوت عالي يزعج الجيران الجيران يكون عديم الضمير أو يتحسس ويحاول الانتقام من جارة ويعني يبلغ اليوقد أمت أو المعلمة برياض الأطفال قد تكون متحسسة بسبب ضغوط كورونا النفسية ولكن بنهاية المطاف 650 بلاغ لا يعني سوف يتم أخذ 650 طفل من أهلهم فقط 150 بلاغ كان جدي أي عندما يزور اليوقد أمت بسبب شكوى ليس بالضرورة أن يكون الأمر خطر فقط عبر عن نفسك وأريهم الحقيقة وأشرح بشكل كافي كي تكون بالموقف السليم هذا الأمر الذي استطعنا أن نفهمه من بيان اليوقد أمت في لاند كرايس نويس لذلك ليست كل البلاغات هي حالات خطيرة يعني أغلب البلاغات للأسف الشديد هي بلاغات يعني نتيجة حساسية عالية أو جار ينتقم من جارة وإلى آخره من الأسباب وصلنا للنهاية إن شاء الله تكرون استفاديته تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة